موسيقى اللواء الزبيدي يستقبل السفير الهولندي لدى اليمن موسيقى البرلمان العربي يجدد دعمه للشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي موسيقى الامين العام للمجلس المحلي يختتم دورة مشغلية جهزة التفتيش بمطار الريان الدولي بالمكلة موسيقى السيدات والسادة اهلا بكم الى نشرة الرابعة من تلفزيون حضر موت من المكلة استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء دروس قاسم الزبيدي سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتاردير هوف ونقش اللقاء مستجدات الاوضاع والتطورات في الساحة اليمنية في ضل الجهود المبذولة على المستويين الاقليمي والدولي لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن والمنطقة عموما كما ناقش اللقاء اللوضاع الاقتصادية والاعتداءات الحوثية على المنشآت الاقتصادية وفي مقدمتها استهداف موانئ تصدير النفط في حضر موت وشبوة وما سببته تلك الاعتداءات الارهابية من كارثة انسانية ادت لتوقف صرف مرتبات الموظفين وارتفاع سعر صرف العمولات الاجنبية امام العملة المحلية وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية وثمن اللواء الزبيدي في اللقاء الذي حضره رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي دعم الحكومة الهولندية لبلادنا في الجوانب الانسانية مشددا على ضرورة تكثيف الدعم في مجال بناء القدرات وتأهيل كوادر مؤسسات الدولة وتدريبهم جدد البرلمان العربي دعمه التام لبلادنا ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وزملائه اعضاء المجلس الرئاسي كما جدد دعم جهود مجلس القيادة ومفاوضاته الرامية الى الحلال السلام وانهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وادان البرلمان العربي تدخل الايراني المستمر في شؤون اليمن الداخلية عبر مواصلته دعمها للميليشيات الحوثية الارهابية واكد البرلمان العربي دعمه لكافة الجهود الاممية والدولية الرامية للتواصل الى حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث مجددا رفضه التام لسياسات التصعيد التي تقوم بها ميليشي الحوث الارهابية واصرارها على افشال كافة المساعة العربية والدولية الرامية الى تجديد الهدنة وثمن البرلمان كافة الجهود العربية والدولية المخلصة المتمثلة في تبني المبادرات والحلول البناءة من اجل التوصل الى حل سياسي شامل ينهي الازمة مجددا مناشدته لكافة الدول العربية والمنظمات الدولية الانسانية بمواصلة تقديم الدعم المادي والانسانية اللازمين خاصة للنازحين بهدف تأمين احتياجاتهم الاساسية نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن مزاعم ميليشيا الحوث الارهابية بوجود قصف حدودي على مدريتي منبه وشذاب محافظة صعدة قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الروكن تورك المالكي ان مزاعم ميليشيا الحوثي بوجود قصف حدودي على مدريتي منبه وشذاب عارية عن الصحة واوضح ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيث الهدنة المنتهية وتمارسها على درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات ميليشيا الحوثي على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضابطة او التي لا تستطيع السيطرة عليها اضاف المالكي ان ما يتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها وتمثل نقاطا ساخنة لخلافات وتصفية عمليات جماعات الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي يتم ادارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها استقبل وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة الموقعة عدن وفدا من منظمة سيفك الدولية لبحث اوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة العاملة في مجال حماية المدنيين وفي مستهل اللقاء رحب وزير الدفاع بوفد المنظمة برئاسة المدير التنفيدي فيدريبيك بوريلو والوفد المرافق له معربا عن تعاون وزارة الدفاع المستمر مع المنظمات المهتمة بالجانب الإنساني وحماية المدنيين وتطرق اللقاء لإمكانية تدريب عدد من ضباط المؤسسة العسكرية وافرادها من قبل المنظمة بهدف حماية المدنيين في مناطق الحرب والصراع مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع المنظمة في هذا السياغ وأكد وزير الدفاع التزام المؤسسة العسكرية باحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين لافتن لأن هناك توعية مستمرة لأفراد القوات المسلحة بالتزام قواعد الاشتباك وحماية المدنيين والعيان المدنية شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضو المكتب الفني لمجلس الوزراء العرب الدكتور نجيب منصور العوج في اجتماع الدورة العادية الحادية والخمسين للمكتب التنفيدي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة ونقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تضمنت خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية للأعوام الفين واثنين وعشرين وحتى الفين وخمسة وعشرين والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والمنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي كما جرى بحث أوجه تقديم الدعم للبريد اليمني وفي الافتتاح استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الشوط الذي قطعته البلاد خلال الفترة الماضية في تشخيص متكامل لوضع قطاع الاتصالات والبدء في إيجاد بيئة بنية تحتية مرتبطة بالاتصالات ومنها تجزيع مشاريع تمديد كابلات الألياف الضوئية في المدن للقطاع الخاص والتركيز على البناء المؤسسي في مؤسسات الاتصالات والبريد وربط شبكة كابلات بحرية مع العديد من الدول العربية خاصة الدول المجاورة وتقديم خدمات الاتصالات الفضائية للبنوك والمنظمات ومؤسسات الأعمال مؤكداً أهمية استفادة الجمهورية اليمنية من خبرات الدول العربية المتقدمة في مجال الاتصالات ورفع قدرات الكادر البشري ومن ذلك تجربة جمهورية مصر العربية كما دعا الوزير العوج إلى إيجاد مبادرات عربية موحدة لتأسيس بنية تحتية عربية موحدة في مجال الاتصالات وإلى زيادة التنسيق بين الدول العربية لدعم المرشحين العرب لتولي المناصب في الاتحاد الدولي للاتصالات شارك وزير الزراعة والري وثروة السمكية سالم السقطري في الاجتماع الوزاري السنوي رفيع المستوى لوزراء الزراعة في 71 دولة من مختلف دول العالم والذي عقد في العاصمة الألمانية برلين حيث جرى خلال الجلسات مناقشة وزراء الزراعة مسألة تحول النظم الغذائية والاستجابة العالمية للأزمات المتعددة والتي تشمل أنظمة غذائية مقاومة للأزمات وأنظمة غذائية صديقة للمناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين التعاون من أجل أنظمة غذائية عالمية مستدامة وأتحدث الوزير السقطري خلال مشاركته بالنقاشات الخاصة حول الوضع الزراعي والغذاء في اليمن مشيرا إلى تعرض الشعب اليمني لصدمات متتالية أثرت على جهود النهوض والتعافي بهذا الصدد والتي كان أبرزها الحرب المنذلعة منذ ثماني سنوات كذلك تأثير التغيرات المناخية على اليمن خاصة الأعصير والفيضانات المتكررة في المحافظات الشرقية والتي أدت إلى حدوث أضرار في البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير النقل ناصر الشريف بالعاصمة الموقعة عدن الإجراءات الخاصة بألية تنظيم حركة النقل بميناء عدن وفق توجهات اللجنة الوزرية المكلفة بهذا الشان أصارد الاجتماع المقترحات والرؤى المطروحة من الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بنشاط الميناء وفقا للقوانين النافذة لتنظيم حركة النقل البري للبضائع كما استعرض الصعوبات والعرقيل التي تواجه سير نقل البضائع ودور النقابة في ذلك إضافة إلى الآثر السلبي للإشكاليات الناجمة من عدم تنظيم العمل على نشاط ميناء عدن وأكد نائب الوزير أهمية الترتيبات التي وضعت والنتائج التي تمخذت عن الاجتماع لضمان التنسيق اللازم والفصل بين صلاحيات كل من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ونقابة سائق النقل الثقيل وتنظيم حركة نقل البضائع من صميم القانون واللوائح المنظمة والضوابط المحددة بالقانون اختتم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالع عبود العمقي دورة مشغلي أجهزة التفتيش بمطار الريان الدولي بالمكلة التي أقيمت برعاية الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ونفدها معهد الطيران المدني والإرصاد عدن وأكد الأمين العام أهمية الدورة التي تاتي لاستعادة الجاهزية لموظفي قطاعات المطار كافة لسيما مع بدي الاستعداد لتنشين الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان خلال الأيام المقبلة وانتظمت الدورة على مدى خمسة أيام واستهدفت أربعة وثلاثين عاملا من موظفي المطار والقطاعات الأخرى العاملة فيه وأوضح الأمين العام العمقي أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لن تألو جهدا في إعادة النشاط الملاحي لمطار الريان الدولي وتفعيل الرحلات الجوية بالتعاون مع الاشقاء في دول التحالف العربي عقب ذلك كرم الأمين العام للعاملين والجهة المشاركة في الدورة بشهادات تقديرية بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري التدخلات التي ستنفذها منظمة سول وسبل تقييم احتياجات القطاعات الخدمية الرئيسية بمديريات الوادي والصحراء وفي اللقاء الذي ضم المديرين العامين للتربية والصحة والمياه والأشغال العامة والطرق والشؤون الاجتماعية والعمل مساعدة مشاريع منظمة سول التنمية رانينبا وزير تم التعرف على التدخلات التي تسعى المنظمة للعمل بها لتحسين مستوى الأداء في خدمات الصحة والأصحاح البيئي والتربية والتعليم والأشغال العامة والطرق والصرف الصحي والترتيبات المطلوبة من قبل الجهات المستفيدة للشروع في تنفيذ تلك التدخلات بأقرب وقت ممكن وأكد الوكيل العامري خلال اللقاء حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة وتنسيق الجهود مع المديرين العامين للمديريات المستهدفة بما يضمن نجاح المشاريع المنفذة وديمومة نفعها تفقد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز منصور التميمي معسكر لواء برشيد لاطلاع على برامج التدريب التي تقوم بها المنطقة لمواكبة التطوير والتحديث في مجال التسليح والتدريب والوقوف على احتياجات المعسكر والأفراد أسمع اللواء الركن التميمي إلى شرح مفصل من قائد المعسكر حول سير برامج التدريب والأمور اللوجستية والمهام والوجبات المناطة بها والخطط المستقبلية والصعوبات التي تواجه اللواء أشد اللواء الركن التميمي بمستوى جاهزية قيادة لواء برشيد وأفراده مؤكدا ضرورة رفع المستوى القتالي كما تم خلال الزيارة تنفيذ عرض عسكري لسرايا اللواء أمام قائد المنطقة العسكرية الثانية والوفد المرافق له ناقش المدير العام للأمن والشرطة بصحة لحضر موت العميد مطيع سعيد المنهالي بالمكلة مع المدير العام لمدرية غيلب وزير سالم عبدالله العطيشي ومدير أمن المدرية الرائد عهدي النموري سبل تعزيز الحالة الأمنية بالمدرية وسمع العميد المنهالي من المدير العام ومدير أمن المدرية لاحتياجات المدرية الضرورية مطالعا على مستوى التعاون والتنسيق المشارك بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق المزيد من الانجازات والضبطيات الأمنية وأشهد العميد المنهالي بالدور الكبير الذي يبدله متسبوء من غير بوزير في إلقاء القبض على المجرمين والمخالفين للنظام والقانون مشددا على ضرورة رفع اليقظة والحس الأمني للحفاظ على الأمن والاستقرار في تلك المديرية المجاورة لعاصمة المحافظة ناقش المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بصحة لحضر موت الأستاذ مين عبدالله بعباد مع مدير مكتب جمعية رعاية الأسرة بحضر موت المهندس نواف محمد باقروان أوجه تدخلات الجمعية بقطاع التعليم على مستوى مديريات المحافظة وفي اللقاء أشار بعباد إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة فتحت مسارات متعددة مع المؤسسات والجمعيات والمنظمات المانحة في وضع رؤية متكاملة للاحتياجات الخاصة بقطاع التربية والتعليم في جوانبه كافة مبينا أنه تم إشراك جميع الشعب والدوائر في تحديد الأولويات من هذه الاحتياجات التي يعمل على تسويقها لهذه الجهات في مجال البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية وعملية التدريب والتأهيل الكوادر التربوية والتعليمية على مستوى مديريات المحافظة هذا وصعرض مدير مكتب جمعية رعاية الأسرة بحضر موت النشاطات التي تنفذها الجمعية في القطاعات الخدمية والتنموية والإغاثية والتي تم تنفيذها كذلك ضمن قطاع التعليم شاكرا جهود قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة السيدات والسادة نهاية نشرة الأخبار هذا تذكير بأبرز من جاء فيها من أنباء اللواء الزبيدي يستقبل السفير الهولندي لدى اليمن البرلمان العربي يجدد دعمه للشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي الأمين العام للمجلس المحلي يختتم دورة مشغلية جهزة التفتيش بمطار الريان الدولي بالمكلة ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع تواصل اجتماعي تلفزيون حضر موت قدمنا لكم نشرة مفصلة شكرا على حسن إصغائي والمتابعة دمتوم في أمان الله اشتركوا في القناة